أيها الإخوة الكرام احذروا أن يدخل عليك رمضان ثم يخرج ولازلت على حالتك الأولى قبل رمضان ولذلك لا بد أن تتهيأ لهذا الشهر العظيم تتهيأ لأن تتغير التغير الكامل في حياتك في تعاملك مع أهلك وزوجك في عباداتك فرصة أن الإنسان يتزود من الطاعات في هذا الشهر الكريم إذن أيها المغرور ألا يسوقك هذا الشهر إلى الخير ما يسوق أما يعوقك عن الشر ما يعوق متى تصير سابقا يا مسبوق فبادر ثم بادر فإن لذات الدنيا كخطف البروق فبادر لأن رمضان نعمة كبيرة والله إن بلوغ رمضان نعمة وأي نعمة وإذا احرص أن تكثر من الدعاء أن يبلغك آخر رمضان وأن يبلغك ليلة القدر أستاذ الله عزيزي وبلغنا وإياكم ليلة القدر أيها الإخوة الأكارم أقول يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعباني لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني واتل قرآن وبادر فيه مجتهدا وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعلم من من صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما قرب القاصي من الداني سيأتي اليوم الذي سيكون فيه آخر رمضان في حياتك سيأتي اليوم الذي تموت فيه قبل رمضان ولذلك استشعر هذه اللحظة واجتهد أن يكون كما في الصلاة قلون صلى صلاة مودع هنا اجعل أن هذا رمضان قد يكون آخر رمضان في حياتك فماذا أنت فاعل في هذا الشهر وماذا ستتزود فيه من الطاعات اجتهد الله عز وجل أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نتعرف على هديه وسيرته خاصة في هذا الشهر نتعرف على هديه في رمضان كيف يصوم كيف يتسحر كيف يفطر ما هي حياته ما هو جدوله صلى الله عليه وسلم ولذلك فرصة من خلال هذه الكلمات أن نتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم موسيقى